اشتركوا في القناة بكل رموزه سواء الحالية او القدامة برموزه اللي رحلت عن هذا النادي تاريخ كبير وراء جمهور كبير وعظيم كل سنة والنادي بخير كل سنة وجمهور واقف وراه مهما كانت ظروفه ان شاء الله مزيد من النجاحات في الفترة اللي جاية وكل الاندال مصرية الحقيقة في السنة الجديدة يعني ينبهى التوفيق يعني على مستوى الفريق انت بتتكلم انه لحد دلوقتي ادارة النادي مستنية خطاب رفع القيد علشان تبدأ كمان تخلص او تخلص رسميا حسم الصفقات الجديدة فالإدارة نجحت انها تتفق مع اكتر من اللعيب لحد دلوقتي علشان يناير ان شاء الله تجيبهم في يناير اللي جاي ولكن مش هيتحرك بشكل رسمي الى لما يوصل الخطاب ده بس اللي عايز اقوله لحضراتكم انه الزمالك وصل لاتفاق اتفاق مع عدد من الاسماء وكننا احنا بنبشر حضراتكم الايام اللي فاتت كده ببعض من الاسماء منها ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر كلنا عارفين انه ناصر عنده مشاكل معنا دي هو عاوز يمشي الزمالك استغل النقطة دي علشان يقنعه ويضمه وهو تارجت بالنسبة لنادي الزمالك النهاردة وليش ان النهاردة بس هو من فترة كبيرة قوي هم فوكسين عليه كده زي بيقولوا عينهم عليه اللاعب مش مجرد اتفاق لا المعلومة اللي عندي انه هو كمان وقع ولكن طبقى المفاوضات الرسمية ما بين النديين الزمالك وفيوتشر لسه ما بدأتش فده بالنسبة لناصر اسم تاني بقى الزمالك رحله وهو هشام صلاح هشام صلاح بكي مين للتحاد السكندري عشان الزمالك معرفش يخلص عمر كمال عبدالواحي ازاي ما احنا عارفين فبدأ يشوف بدايل اولهم هشام اللي وافق على فكرة انه ينضم للنادي وبرضو اتفق مع احد اعضاء مجلس الادارة على كل التفاصيل من اللعيبة اللي حسم الزمالك لاتفاق معاه كمان هو عبدالرحمن مجدي عبدالرحمن مجدي طبعا لاعب لاسماعيل اللي عمل جلسة من يومين مع واحد من اعضاء برضو الادارة مجلس الادارة واتفق فيها على كل الامور علشان ينضم ليه النادي في يناير اللي قادم باذن الله كل الصفقات اللي قلتلكم عليها دي متوقفة بس الحد ازمة رفع القيد ما تتم اللي قلتلكم برضو عليها وبشرتوكم هنا بشرتوكم هنا وقلتلكم دي مسألة وقت يا جمهير الزمالك لكن زي ما فيه لعيبة هتيجي اكيد فيه لعيبة هتمشي هتمشي من الزمالك وابرزهم محمد عبدالغاني محمد عبدالغاني طبعا يعني جاله عرض من البنك الاهلي فيه اشرف روقة محمد اشرف روقة اللي عقده بينتهي بنهاية الموسم ده في سامسون اكينولا وده الزمالك بيحاول يشوف له عقد اعارة او بيع لانه مش مفيد او هم بيروا كده انه هو مش مفيد بالنسبة للفريق وده طبعا تبقى لتقرير المدير الفني الحالي كابتن معتم الجمال نفس الحال ابراهيم انضاي على فكرة يعني بيشوفه عرض للاسمين دول الفريق فراحة لمدة يومين هيرجع بكرة تدريباته ان شاء الله بتاعته بشكل طبيعي وهتكون اول مباراة في البطولة الوداء للزمالك خلال فترة التوقف يعني بتتكلم يوم 20 يناير ان شاء الله امام الوحدة الاماراتي فكل التوفيق لنادي الزمالك طبعا في حاجة تانية بقى تخص النادي وهي انه الادارة بعتت لميتلند الدنماركي عارفين انتو ميتلند عاوز نسبة من رعاية امام عشور من صفقة بيعو للاهلي وكلنا عارفين انه في نسبة كده اسمها حقوق الرعاية بتكون في العقد وطالما اللاعب لعب في الزمالك قبل سن 23 سنة فهيكون من حق الزمالك انه يحصل على النسبة دي وواضح يعني بنقول الله اعلم يعني بس واضح انه الناس في الزمالك مركزين جدا على كل بقى على كل كبيرة وصغيرة بيشتغل بشكل قوي جدا جدا في مصلحة النادي الفترة دي هنروح نشوف تقرير في ابرز اخبارنا بسرعة ونرجع علشان في اخبار اخرى مهمة